شايف يعني الأسامة كتيرة اللي اتطرحت في ناد الزمالك قبل طبعا ميتشو ما خلاص مايبقاش بشكل رسمي وجود يمكن رامون دياز يمكن أكتر من أسامة كتير قول اتطرحت ناد الزمالك سبب فشل المفاوضات مع أكتر من اسم هل بسبب مثلا الماديات اللي كان طالبها أو بسبب تعثر المفاوضات مع رامون دياز أو أكتر من مدير فن تاني ولا هو كان فعلاً فيه استقرار على ميتشو وكان فيه كلام مع ميتشو وانميتش متابع نادي الزمالك بقاله فترة زي ما الكلام تقال الاسم الوحيد اللي تم التعصر ومفاوضات معاه بسبب الماديات هو الارجنتيني رامون دياز رامون دياز اكتر من مرة يتراجع في مطالبه ويرجع ويطلب حاجات تانية من نادي الزمالك اخر او النقطة الاخيرة اللي خلاص افلت باب رامون دياز هو اسراره على الحصول على ست شهور كشافة جزائي وست شهور مقدمة ده اللي خلال نادي الزمالك يقفل الباب خالص في التفاوض مع رامون دياز رامون دياز كان بياخد اربعة مليون دولار مع نادي برامدز ورقم ضخم نادي الزمالك كان هيدفع نصر الرقم ده وده اللي تم الاتفاق على رامون دياز معاه لكن فكرة طلبه ست شهور شرط جزائي حال فسخ نادي الزمالك التعاقد معاه الفكرة ان المديرين الفنيين بيتخوفوا من الاطاحة مبكرا في نادي الزمالك نادي الزمالك يعني شفنا الفترة يفاتت غير عدد كبير من المدربين صحيح ده المدرب حوالي اربعتاشر او ستاشر فاعد يعني رئيس نادي الزمالك صحيح ده اللي بخليه دايما في حالة تخوف من المديرين الزمالك ملقاش ده في ميتشو ميتشو كان عايز يجي نادي الزمالك ميتشو حابب ياخد تجربة نادي الزمالك نادي الزمالك اسم كبير وبيضيف لقاء حد شفنا مدربين زي فريرا جيه ضرب نادي الزمالك هو ما كانش متواجد في تجربة قبل نادي الزمالك جيه ضرب نادي الزمالك تواجد في نادي الزمالك حقق انجازات وبطولات كبيرة مع نادي الزمالك وكان بياخد يعني اربع اضعاف مرتبوا مع نادي الزمالك فميتشو كان عنده اسرار انه ياخد التجربة دي شفنا من تصرحات ميتشو بعد التعاقد بالامس وخلال جلسته اول امس مع رئيس نادي الزمالك في المنزل هو قال ده أكد أنه كان يتمنى تدريب نادي الزمالك من فترة وقال أنا كنت بحلى من أن أخذ تجربة زي تجربة نادي الزمالك وبرضه أتكلم في نقطة أن عمه كان متواجد هنا في التامينات ودرب نادي الزمالك